كما هو البروتوكور البرلماني السنوي لمجلس الشورى يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله يوم الأربعاء الثاني عشر من ربيع الأول من عام 1437 للهجرة أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى وسيكون الافتتاح من خلال الخطاب السنوي طبعا هذا شرف كبير لنا والمجلس هذا حسب النظام الأساسي نظام المجلس لأن الخادم الحرمين الشريفين يفتتح كل سنة شورية بخطاب عادة ما هذا الخطاب والجميع الشعب السعود الجميع ينتظر هذا الخطاب لأن الحفظ الله يوجه فيه برسم السياسات الخارجية وتوجه السياسات الخارجية والسياسات الداخلية الخطاب الملكي الذي سيلقيه رعاه الله تحت قبة مجلس الشورى شامل وجامع يحمل في مضامينه القضايا الوطنية والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات كمسيرة تنموية شاملة ومتوازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطلعاتهم كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا الواقع نتطلع دائما أعضاء منجلس الشورى لهذا الخطاب الملكي السنوي حيث أنه يعني لنا الكثير وفي مقدمتها هو في الواقع خارطة الطريق ترسم لنا أهداف الدولة وسياساتها سواء من ناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية الرجل الأول في الوطن تحت قبة مجلس الشورى سيكون له الأثر الإيجابي للاستنارة برؤية خادم الحرمين الشريفين بالقضايا الداخلية والخارجية رغم وجود تحديات كبرى في الداخل والخارج من هذا المكان سيلقي خادم الحرمين الشريفين خطابه السلوي في مجلس الشورى المرتقب والذي يعتبر رسما لسياسة عمل مجلس الشورى للسنة الشوريات الجديدة عبدالنظير الإخبارية الرياض